حق وهو نهاية للجميع للكبار للصغار للردع للأطفال لكل جميل ولكل جميم ولكل كبير ولكل عظيم ولكل حقير ولن يرث الأرض ومن عليها إلا الله ولا يستأذن وليس له سن معلوم ولا أجل محدود يعلمه الإنسان لكنه في الغيب عند الله جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون يعني ما يعترفش بالأعمار أنا موت عندي ستين أموت عندي سبعين أموت عندي ذلك ما فيه ممكن في اللحظة في التو بعد ساعة بعد سنة إلى آخر والوهن لن يبدل ذلك والذل لن يؤخر ذلك والخوف لن يرد ذلك والكبار والعظماء ماتوا والأنبياء ماتوا الكل يموت ما حد يبقى على ظهر الأرض وأبشر الأمة وأقول إننا نعيش على أرضنا وإن المستقبل لنا وهذه سنة الله في خلقه وأقول للموحدين من أبناء فلسطين الأرض أرضكم والمستقبل لكم وتلك الأيام نجاولها بين الناس فاثبتوا يرحمكم الله ولذلك أقول إن مصير الدخلاء من الغاصبين والمجرمين هو الطرج والرحيل وإن شئتم فقرأوا التاريخ بأسره مصر مثلا دخلها هكسوس دخلها مغول دخلها تطار دخلها انجليز دخلها فرنسيون دخلها اليهود وفي النهاية الطرد والرحيل سنة الله في خلقه الطرد والرحيل إلى بلادهم مهما طال الزمن أو طال الصراع وأكد إن هذه الكلمات يجب أن توزن بميزان وأكد أن مصير المعتدين أن مصير الدخلاء أن مصير المحتلين مهما طال الصراع ومهما طال الزمن لابد من عودتهم إلى بلادهم ولذلك كاتب يهودي قال أنا أوقن تماما أن دولة إسرائيل طبعا ما أقول شيء على دولة إسرائيل أن دولة إسرائيل منتهية وأن الذين بها سيعودون إلى أقطرهم وبلادهم كما دخلوها كما دخلوها واستدل على ذلك قال حينما دخلت أمريكا فيتنام وسودت وجه أهلها وقتلت منه مئات الآلاف بل أكثر من نصف مليون لاستوطانها عاج الأمريكيون وطورجوا إلى بلادهم وباقيت فيتنام لأهل فيتنام أقول تأصيل زوال اليهود تأصيل زوال اليهود أما عن تأصيل زوالهم يقول جل وعلا بالنسبة لكل ظالم تأتي عليه السنة بالنسبة لكل مجرم لكل عطل يقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بسبب الظلم بمعنى أن الأرض تبور وأن الشيء يبور ولا يبقى لهم بقاء فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا آية إن في ذلك لا آية لقوم يعلمون ثم يقول جل وعلا وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون إن جاه بإذن الله للمؤمنين للموحدين من أهل فلسطين مهما تكتل العالم عليه مهما جمع العالم عدته وعتاده وحده وحديده عليه مهما غزت أمريكا اليهود بترسانات نووية وبأسلحة مدمرة ذرية ومهما مادتهم وأرضعتهم بمكونات التقنيات وبالأقمار الصناعي وبالأسلحة المتدفقة وبالمليارات من الأموال والدولارات لا هذه سنة الله في خلقه سيزول ذلك ووعده الحق ووعده الحق والنجاة للمؤمنين وكم أهلكنا قبلهم من قارن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هذه سنة الله أيضا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمح ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض تاني اهو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض أي حاجة على اليهود حق الفيتو من أمريكا من أمريكا من الأولاي الأوروبية من الجميع الكل مع القوي مع السرطان ماشي الضعيف له رب المسكين هذا الفلسطيني الطفل اللي بيتذبح الطفل الرضيع اللي بيترمى بالرصاص له إله له رب والدعاء سهم يصيب أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء سلام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاء ولذلك أقول الصبر الصبر ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين مش كدو بس ونمكن لهم في الأرض مهما أخذ لهم العرب ومهما أخذ لهم الموحدون ومهما تمالأ عليهم الأمريكان والأوروبيون والكفارة وهم قلة ونمكن لهم في الأرض أَوَمَا وَقَفْتُمْ عَلَى قَوْلِ الْمَعْصُومِ الَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَىِ إن هو إلا وحي يوحى حينما قال لا تزال طائفة من أمتي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق في مت؟ على الحق ظاهرين لا يضرهم من عاداهم من اليهود ومن الأمريكيين ومن الأوروبيين ومن الجميع لا يضرهم